الأول إفريقيا والثاني عربيا مركز التكافؤ الحيوي التابع لمجمع صيدال يدخل حيز الخدمة حيث سيشكل هذا المركز أعلى سلطة رقابية للأدوية المحلية والمستوردة بعد تجهيزه بأحدث تقنيات تكنولوجية التي تسمح بمراقبة الجودة هذا المركز حاليا هو الأول في إفريقيا الوحيد من نوعه في إفريقيا والثاني عربيا بعد الأردن وهو مسير بكل كفاءات جزائرية وشيء مطلوب بالنسبة للمتعاملين اقتصاديين جزائرين ليقوموا بعملية تصدير يعني لما يقوم بعملية تصدير الأدوية عليه أنه يسجل في البلد اللي راح يبيع فيه وهذا كل البلد يطلب منه دراس التكافؤ الحيوي وهذا تكون إضافة ثانية للجزائر والإنتاج للأدوية الجزائري السماح للأدوية المنتجة في الجزائر لدخولها للسوق العالمية عن طريق تسهيل عملية تصدير الأدوية بأكثر ثقة هذا ما يعكف عليه هذا المركز الأول من نوعه إضافة إلى إجراء الدراسات التكافؤ الحيوي بهدف إثبات تطابق الأدوية الجنيس المرجعية من حيث الفعالية والسلامة أكثر مصلحة على دمان الجودة ونوعية على مستوى هذا المركز هو أنك جرول حنا يران عين عين تالو كنترول حنا لن نقطرول جميع الأسطاب جميع المراحل تحد للدراسة ضمن الحيوي نحن نضمنه لسيكوريتي إلى كالتاة البروديو تقعنا البروديو فارماسيوتيك لأن هذه المركز لا يوجد مضمونة لأننا نقوم بالجنيس أو البروديو الرفيرانس لديهم المشكلة كيف كيف يأكل المريض سيكون نفس الكمورتماع في هذا البروديو بقى الابسوربسيون في الجسم الإنسان وبهدف توفير العملة الصعبة وتأهيل اليد العاملة الجزائرية قام مجمع صيدار بتوظيف أربع خبراء من الهند يتمتعون بخبرة مثبتة بمئات الدراسات المجربة وذلك من أجل تقديم الإثبات العلمي والحصول على النقل التكنولوجي اللازم لحسن سير العمل في المركز